فات سيامتها للجنازة بص حزينة ما زلها في نفس الحالة ما زلها ما تدخل ما تخرج ما تشرب ما تنوض ما ولو حتى اللحقة هو انها توقف في الطيح ويترفدتها نوديتها للسبيتر وشافها الطبيب قال لي رحي عندها شوية لانيمية هكذا قاوية لازم تقلوها الكبد هكذا خلجتها وركبنا في الطنوبيل ويترق كامل وهي متكية للكارو غايبة لهذا العالم نهائي وصلنا للدار طلعوها لبنت للبيت عايت المعرام قلت لها اقليلها هذي الكبداء وكي توجد عاية طيلية اليوم انا نوكلها بالسفة لها شويها كو عايتت لي معرام ووجدت البلاتو هذيك طلعت لها البيت التاحة طبطبت ما كان حتى ردت فال ادخل الطول لقيتها مضل الملح على وريقتها ومغطية حطيت البلاتو هذيك على السرير ورحت حاليت الكارو يتبدل شوية لهوتها البيت وروحت ساميتها لكذا بعليكما ما تحملت شحلتها هذيك خلاص وهي هكيك جبتها لي وحطيتها على صدري وبقت الملس لها في شعرها حسيتها ترخفت خلاص هكذا قدامي ونسبة في صوت بكاها هكذا يعلى قطلها بكي فرغي قلبك ما تبقى يش حابسها هكذا وحاسة انك ركية مخلوقة وحابسة كلش الدخل عايطي ازهقي كسري المهم ما تبقى يش ساكتها هذيك لي براسها برك قلت لها شوفي كنت ياكلي نوعدك نديك معايا غدوان المقبرة ضلعت راسها من صدري هكذا حسيتها حابت تأكد من صحة كلامي قلت لها والله العظيم كنت ياكلي غدوان نديك للمقبرة شوفتها حركتها كذا براسها وكانت رايحة تأكل لحيط لها الفرشيطة من ايدها واللي تنوكل فيها انا بسي بأكلت شوية ولا زج جرارات برك وزيتها طيتها اشرب تلجو هذيك هي حتى وين كانت تأكلت اللقمة صغيرة بصح نجحت لي الروح كي خلصت هزيت هذيك السنية بعدتها لها وبعدتها للسري عونتها بتطلق روحها وترقد واش بدت تسير يفون تاعم الجيب وشعلت القرآن وحطيت فوق راسها بعت رايحة شوية غطيتها وطفيت الضوء عليها وخرجت الغدوة معاملت برك لقيتها فاطنا ومبدلوا تستنى فيها كان منظرها يبكي قلت لها صباح الخيال شفت معي يا برك ما ردت ليش بعتش بتل مفتاح هذيك تاعتونا ومشينا اطرح كامل وهي ساكتا ما هدرت حتى كلمة كي وصلنا للمقبرة قلت لها هيا هيا نهبتو ندقت بصوت مخنوق وصلنا وصلنا للمقبرة اللي فيها احبابي كامل هبطت تبكي تبكي بالصوت من الأول هبطت وهو أول خطوة بسبت دينها من بعدها بدت تجري اللي نحكم فيها هي تجري يا صارحاك شفتها بها ذيك الحالة أنا فشلت وقعت على واحد الحجرة وبقيت نتكيف في الدخان واحد وراخوه خليتها على راحتها تفرق قلبها وارتحت بكيت بكيت انكرهت حتى فرغت قلبها للاخر ونشفه دموحها قلت لها هيا هيا اروحو وصلت لها وجهها من بعدها قلت لها هيا نروحو هيا نصليه في المسجد تراها قدامنا وارروحو وارروحو شوية عند زينا داني إلياس المقابرة ولتم لقيت راحتي فرقت قلبي وهدرت كلش كنت حبة نهضر مام هو راح قعد وخلاني خلاني براحتي بقدش حالو أنا غير نبكي برق ونهضر معها تقول راهم قدامي هكذا حتى حسيت بلي الدموع هذك نشفه من العينية جاه اندي إلياس وقال لي هيا نروحو هذك هو من بعد داني اصلي وجهي وكي جينا خارجين ذا اللاصر قال لي هيا ندخلو نصليه قلت له هيا مام أنا حسيت روحي يا ام قصرة مع ربي بزيف قال لي إلياس روحي في الجهة عنصة منا وأنا نروح من هي مع الرجل كنخلص نتلاقاوه هنا قلت له هيا رحت أنا توضيت ودخلت للمسجد سبحان الله بعد خلت حسيت بوحد الراحة رحت صليت ووليت ندعي في ربي ندعيه يغفر لي ويرحم أهلي ويجعلهم من أهل الجنة ومن كنت انصلي توليت الوحدة تصلي وتبكي سبحان الله قلبي ضررني عليها بقيت نشوف معها كي خلص تقدر رحت عندها قلت له ربي يفرجها عليك ان شاء الله يا أختي تبسمت معي وقتلي آمين قلت له انت تاني توفى ولك كاش واحد عزيز عليك قلت له يا ريتك انت أهك وتبسمت قلت له عليها حافظ قلت له الله لا يذوقك فيها كي تفقدي أهلك حاجة صعبة بزيف قلت لي تفقدي أهلك حاجة تعربي مرحبا بيها صح مشي كما أنا أهلي حيين وميتي في نفس الوقت على بالك باللي أنا بابا زوجني فورسي الياب واحد كبير عليها بثلاثين سنة كنت زوجت بيه كل يوم يضربني ويعايدني ويعاملني كما الحيوان لدرجة انه يقول لي يا ما تجيبش الولاد وكرزقني يا ربي وفاق بيه قتلني بالضرب في كرشي حتى طح الطفل هذك وطح البيبي كي رحت شكيت للوالدة الوالدة التاعي والله الوالد اياما قبلوش قال لي احملي هما أصلا طامعين في دراهمه وبقيت نيام معه بقيت نشوف نيام معها مسكينة غضرتني بالساف وصح كيشوفوا العبد كيشوفوا العبد مشاكل وهمو مغيروها يهونوا ليه مشاكلوا شفتوا مع الساعة لقيت روحي طولت بالساف خرجت من المسجد لقيت الياسي استنافية رحت عنده وقال لي ربي اياه يقبل ان شاء الله قلت له امين قل لي هيا نروح نتغدى من صبح ما كلي تيوالو قلت له لا رجعني للدار شوف معي وقال لي ياه يا بنتي ولتي كيما المطرق حابته مرضنتي ثانية ما كنتش قادرة نتقابض معاه سكت وخليته بدان الوحدة الريستورو تاشوة وبقى يوكل لي هكذا ويشرب لي ويقول لي هذي ما تزيديش حتى يزيد واحدة خلاف عدها يوم وورا يوم وليس نشوف يعني في طيب بتاع الياس عليها وخاف عليها ولا غالي سيسفيها وكما نحبش ناكل يطلع لي هو يوكلني وهو بعد ثاني بس يفعلني صراحة استحليت اهتمامه بي وصر ربعين تماما وعالي وعمهم يدروا لي لي يلزم يعني يدروا اشياء وعرضوا لقراب لينا والغدواء وروح نحنا يزرناهم في المقبرة وكي يجينا مروحين قلت الياس الديني لدارنا نجيب قد شي ويحوي يجي قال لي هيا وروح نوكي وصلنا للدار يا ربي ذك الإحساس الله ليشوف فيه مومن إحساس بشع شهري تحيتي كامل مرة لي كيفا كنت نلعب برا كيفا كنت ماما تبقى تعسفية في الباب كيفا كنت نطبطب وجهية تحلي الباب وتلاقيني بضحكتها هذيك ودير لي الحاجة اللي نحبها الياس راح للصالو انا طلعت الشومبرة تاعي جبت قشي كوسميتيك تاعي كامل وروحت للشومبرة تاع ماما طلقت روحي على سريرها وحطيتها مخدتها ذك على نيثي نحاول نستنشق رحتها آه آه يا ربي حسيت روحي محظنة ماما صح هذيت هذيك المخدة وديتها وزيت حاوستها لحويشتها ماما نديها كما ذهبها ماشطة تاحا بافا تاحا المهم تبقى حاجة تذكرني بها وزيت رحت للبيت تاع أهالي كيف كيف تاع أخي يا ربي العالي هالزيت شو هي حويش تاني من عنده إذا سغسيتوني وش هو أصعب شي بالحياة وأنا اللي راني فقدت عائلتي كامل قلكم أصعب شي في الحياة هو فقدان الأم ربي يحفظ لكم أمهاتكم ويخليهم تجفوا قريصانكم وربي ليش وفكم لمرانة هذي نزلت دمها سخونة من عيني وأنا نودع في الدار اللي ولدت وكبرت فيها نزلت وعينيها من يانين دموع ووليت ما نشوفش بها حبوطة لقيت إلي يسم قابلني قال لي خلصتي قلت له ايه شف معياما بعدها قال لي ماكش راح عتحبسي من البكة هذا لكي غايت تعذبي فيهم وتعذبي في روحك برك كي قال هكذا زدت في البكية أنا وليت نبكي بالصوت حتى يجي يجري عندي حظني وتفن راسي في صدر وهكذا ولا يمسى على شعري بشوي يا برك كنت محتاجة للحظن هكذا كيما هذا حسيت بوحد شعور ووحد الأمن تمنيت يتوقف الوقت ونبقى حيتي كامل وأنا هكا شاف معياما وقال لي خلاص بربي ان شاء الله يكون كل شي بخير والله ما نخليك راح نكون باباك واخوك واماك واختك وصديقتك وحبيبتك وحبيبك وكلش واش تسحقي أنا واشت وما تقول ليش كي راحوا أهلك ما عندك حتى واحد انت يا بنتي وحبيبتي وكلش بالنسبة لي بقيتمها بطرسي ونسمع له كلاموا ريحني بزيف شوية وقال لي هيا ورح علينا الحال يالله ياربي ما نوصله فاتوا أيام وفاتوا شهور أنا عند أمي وهم ما قصروا شمعي أخلاص ويعاملوني كيما بنتهم بصح مهما يكون نبقى نحس رحي ضيفة أي وحد يلقى راحته في بيت أهله وأنا راحة راحتي منهار ماته أهلي حتى القرية وبطلتها ولتزينة مختلفة خلاص على اللي قبل تضحك وتتمسخار وتهدر ولتزينة جديدة مغلفة غير الحزن والقهر بيتها منهار كامل هم يحاولوا بها يخرجوني من الاكتئاب اللي راني فيه بسعنا كنت نرفض ونبقى غالقة على روحي حتى أني كنت سأمنح باش نخرج ونشوفهم هما ملمومين على الطابلة واحدة خفتوني نحسدهم ونحسد للمتاحها خضرك ونت ريقتها في البيت كما العادة حتى جيتني مرتع أمي قاعدت إحداية وحظنتني وحطت راسي على رجليها هذة وبقالت تلعب بشاري وقالت لي بنتي قولي لي أنا وش كوم بالنسبة ليك قلت لها والله يا تاطيش هذا ربي باللي نحبك كما ماما قالت لي مليح بكي حاسبتني كما ماماك لكن عايت لك باتتها الشاي معانا ما تحبيش عليها غالقة على روحك هكذا لا قلت لها نخاف أنكم تتقلقوا مني شفت هكذا معايا وضحكت قتلي كنت دايما نقول لك الطفلة هذة مهبولة عندها عرق ناقص وليوم تأكدت كاش نهار شفت هي أهل يتقلقوا من بنته ما تي يا بنتنا وش بيك ماشي كي مامات ويمك وعالي بالعكس من قبل ما يموتوا أنا مديرتك واحدة من بناتي فاهمة ومعازتك من معازة مارم بنتي وربي شاهد على كلامي بنتي اللي راح ميرجعش وحتى وكان هو أعزاز علينا بسح هذه هي سنة الحياة شوفيني أنا قدامك أنا تاني كي كان محروق قلبي كيفك والأكثر عليك أنا اللي شفت بابا مقتول قدامي ويمة تاني وخاوتي داوهم لرهاب بسح يا بنتي كي راح نحزن عليهم حياتنا كامل ونمرضوا رواحنا راح يرجعوا وقلت لها لا لا ماشي راح يرجعوا ودركت نظيم مالا تروح تبدلي وتعبطي معايا وماليوم وروح أنا هي يماك هي قاتلي هكا وأنا حفظنتها بقوة ونبكي قاتلت سماعة لنا ساعة وإحنا نحكيه ونفهم فيك وكي خلصة توليت بكي لي مسحت لي دموعي وقاتلي هاي هاي راح يبدلي وهبطي أنا سنة فيكة بنتعشة ومع بعضانا شفت معها يعني كلامها صح عندي ثلاثة شهر وأنا أعاز لروحي على الناس كامل رحت بدلت لبس قندورة ومشت شعري وهبطت قابلوني كامل بالابتسامة هذيك كشغل كامل لا مش شوكين كيف شافوني قلت لي يا مرت عمي أروحي روحي قاعد يحدايا قلها عمي لا 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 جيت ساميني أنايا وبقاوا يديروا هكذا ويتنقروا بالعاني يحبوا يديروا لي هكذا ويبدلوني نفسيتي وكي قاعدنا في الطابلة هكذا ولو يجبدوا في الهادرة بيهدروني معاهم بسح أنا الله غالب كان قلبي مزيرني نحس روحي تقيلة بزيف أنا تاني كنت عيشة وسط أهلي ونقعدو هكذا في الطابلة ونتو وينسو ونتقابضو ونضحكو ونقصرو حس في اللقمة هذيك حال فلا طابض على بلعومي شوية هكاوشة الييس كان هادا وين خلص الخدمة تاوي كي شافني تبسمو هتر ايو هادا وين حلات الطابلة وحط لي حط لي يما حط لي اياه ناكل هادا وينت فتحت لي لا بيتيانايا كان يشوفه معايا ويحكي وهو ما يضحكو عليه تعشينا وخلصنا لميت معا طاطا ومارا من الطابلة وعمنتهم وطلعت وليتنين حس روحي اياه تحسنت شوية كل يوم يعادي انزل يتعلق باليس كثر وكثر من اليوم اللي قبلو ولي تنحبو ايه ايه نحبو مالاهتمام التاع والخوف التاع والي صح من قبل كي كان يضرب لي ويعيط علي وهكذا كنت انا منطيقوش صح تكاكي واللحنين معايا ويهدر معايا غيب العقل ويهتم بيا ولي تنحبو بويس كاء هذا وين شوفت الجانب المليح فيه وعندو واحد طيبة ولي يشري للقش وبلا ما نهضر له ثاني يعطني دراهم وساعي ساعي خلجنا ندوره ونلعبه قدري خلجني من الحزن هذك جا متوقعت اني نقدر نخرج منه بساعي الحاجة الوحيدة اللي كنت والله كانت تتقلقني هي الهاضرة عن الناس يقولوا الطفلة امليحة بساح كبرت عايشة وسطولد عمومها وهكذا هما ماشي محر معليها ساعات كينس معهم يهضروها كأراصي يتقلب هما واش دخلهم فيها اصلا من صغري متربيه هنا يا وخاطرة كنا في دار عقضاء حتى جاءت مارت عمي وعمي واحدة خلف جاءت عندي مارام قدري اوجه عمي صالح وطاطا رزيقة هيا نهب طواء عندهم قلت لها والله مانيا قادرة روح انتيا وكيز اقصيك عليها قولينه هما يراقضا قلت لي هيا بنتي وش بيك رام كامل تحت الييز مهدية كامل كامل هيا نروحو انتو انسو نحي شوية على بالك اصلا هو ما اجيو عليك بحي يطلو عليك قلت لها اوف طوكان نوض انا نوضت بعده ويدفتح الباب ويدخل الييز كما الاعصار خلج معرام بالزربة ووقفه للباب وانا كشفته بالحالة هذيك مت بالخوف ججرني من يدي وقربني اليه وعدر بصوت هكذا تحسوا رحية كلاطة وش بيك وش بيك قال لي وش بينك وبين اكرم قولي اليه ابقيت حالة فمي هذا وش ياطر قلت له وش بيني وبينو قال لي هذا السؤال سخصيها الروحك مشي لي انا قلت له بغش على انا قاعدة نخرج حتى يحبني ونحبه وتكون حاجة بيني وبينو شاف معي وخبط الباب بيدو هكذا وقال لي الكلب بعثهم بها يطلبوك كيف هي يطلبوني قال لي يا خطبوك شو في معي مليحة دوكك يبعثهم ما يسقسيوك تقول لي لهم ما نشي قابلة فهمت يا قلت له يعني في رأيك انا اهلي ما عندهمش خمس شهر مني ماتوا انا نخمم في الحب وفي الزواجة انا ما نخمم لا فييا اكرم لا في غيره اللي فييا يكفيني قال لي المهم من لخر كني عايض لك عمي صالح ما تقبليش فهمة وكنت قبلي متلومي غيرو حكا وكيف وتلعم هذا نخطبك انا كيهدر لي هكا وليت ما نشوفش وقفت في وجهه هكذا قلت له ما نقبل لي بيك لي بيه بالقوة كيف هاذا تمت تمشي وفيه انتو ما كيما تحبوا ولا كيفا على ها انا ما عنديش رأيه دو كان روح لدارنا ونعيش كيما نحب معززة مكرمة انا هدرت له هكا هو هبل حكمني من رقبتي وقال لي هاودي 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 واش قلتي سمعتك شو مليح افهمي يا داركم هادي هي نسميها مليوم ورايح بلاستك معايا فهمتي يا تعيشي وتموتي معايا فهمتي ولا ما فهمتيش اوديك كيما قال لك لو كان جاوسك ساوك تورفضي وتعرفيني مهبولة ما نعرف لا عمي لا ولا دعمي اسم ما فرزيها بالملاحة خل ما تولي يا في حاجة خلف خليني وراح هو خرج وما رام ما دخلت قلت لي يا على بلك هلها جاوبة عمي يا جاول له لا بش يخطبوك الأكرم قلت لها ايه على بالي وعليه كان خوك هنم مالا قلت لي سكتي سكتي برك كنت سمعيه واش قال لهم قال باللي رانية اهدرت عليها وكي يخلص العام هذا نخطبها ولا عمي صالح قالوا رأي الطفلة هو المهم وعمي دامرتوا وروحوا وقالنا خليوها تخمم ويومين ونجيو وتعطينا رأيها قلت لها ولا غير رحا نهب لنا أنا حالتي في عالم وهم رام في عالم ينا شوفوني يا ناس حالتي يا ربلي عالم بها برك وهم يبيعوا ويشريوا فييا كما يحبوا جيتها بطا نسمع في إلياس يعيطها لطول صوتها قال له بابا وروح ورد له وقل له ما قبلتش واصلا إلياس حط عليها الكلمة ونسمع في عمي قالوا يا ولدي مجي هكا بالعقل خلينا تفهموا على هم كبر الحكاية هكذا وزيد ركفة حتى نهكك وانت رأي الطفلة مديتوش لعدة رأيها هو المهم وهي اللي تقرر عده يومين هو أشع على النار في الدار يدخل يا حيطه يخرج يا حيطه يهدد كنت قبل نقتلها نقتلها بيها بيه وكي تقول له مرتعمي يكدوك نردو لهم على الخبر أشيك مكبر الحكاية هكا هو يقول هالخيس حاط عينوا عليها ونغل نقتل ونشرب من دمه ومرتعم يتهدم فيه وهو والو كنت مريحة في البيت من بعدها اتقلقت قلت خليناه بطا نقعد احداهم سمعت ما رأمتها درم عطا تقتلها بصح ما فهمتش علام دائرة الحرب هذي كامل يكادو كل يامين اتقلها قلناه اخطبولي اوميما نكذب لو كنقول لكم ما تصدمتش من هادرة هذي اللي سمعتها وليت نبكي علها ما رأهم دائرة الحرب عليها على مرة دائرة الحرب هكذا حاب يعيش حياتي وأنا يدمر لحياتي انسان متملك يحب كل شي ليه وحده طلعت البيت نجري وأنا نبكي علها حبيته وتعلقت به علها خلاني نحس باللي راهو يحبني ويطمع فيه هو وحبيه طبوح تخرى بقيت اللي الكامل وأنا نخمم وخرجت على رأي انه نقبل بأكرم واللي يسرى يسرى والهنا كنا نكمل في الجزء التالي ومشاء الله باركت خليت تعليقاتكم الجميلة او اكيد بارتاج الله فيديو والناس اللي مش مشتركة نقولكم اشتركوا في القناة وفعل الجلس بيصلكم الجديد التاعي وعموني باش تطلع القناة وكونوا عائلة واحدة السلام عليكم اشتركوا في القناة